تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة فتاته صلاة الفجر ومن القصة دي انا نتعلم ست حاجات نعملهم الفجر مش هيروح عليك تاني خلصانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايب قلب يألم بكم النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من غزوة خيبر مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاه تعبوا جدا وعدشوا جدا وكان طريق العودة صعب جدا جدا فلغاية ما وصلوا لمكانوا قراروا انهم يباتوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا بلال ابن رباح انه ينتظر الفجر النبي صلى الله عليه وسلم بياخد بالاسباب سيدنا بلال قام من الليل ما قام وبعد ما خلص قيام قال والله انا اسند على راحبتي وانظر في مكان طلوع الفجر اول ما شوفه او مؤدا وصح النبي صلى الله عليه وسلم واصح الصحابة وانصلي الفجر فغلبه النوم رضي الله عنه وارضاه فما يصحاش النبي صلى الله عليه وسلم الا والشمس طلعت وابتدت تلفحه هو والصحابة فيام النبي صلى الله عليه وسلم يصحي سيدنا بلال يقوله اي بلاد اللي حصل ازاي tinhamus علينا فجر فقال رضي الله عنه و ارضاه اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك بابي انت و امي يا رسول الله غلبني النوم يا رسول الله فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بعدما صحي انهم يشيلوا الرحال بتاحهم ويمشوا من المكان ده وقال ركز فيما اقال صلى الله عليه وسلم فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان شيلوا حاجتك ويمشوا والمكان ده في الشيطان ولما تحركوا ووقفوا في مكان تاني والنبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا بلال فأذن وصلوا سنة الفجر ثم صلى بالناس الفجر وقال لهم صلى الله عليه وسلم ما الناس يا صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكري أول حاجة نستفدها هنا أنه الفعل اللي ناس كتير مش عارفة أنه مفروض نعمله لو فاتتنا صلاة الفجر وصحين الصبح بعد ما الشروق ظهر هو أننا نستطيع قضاء سنة الفجر والفجر أول ما نصح مش بقى بنصليها تاني يوم مع فجر بكرة ولا الحاجات دي لا أول ما نصح على طول وده خطأ بيقع فيه الكثير من المسلمين وقال موعد صلاة الفجر من أدان الفجر لغاية شروق الشمس بعد كده يبقى ضيعته وقوع تكون بالضياحة دي كبيرة من الكبائر وأهيانة من آلاف الناس اللي يزبط منبهوا عشان شغلوا يمكن بعد الشروق بربع تلت ساعة عشان بس لو ملحقتش البصمة هيتخصملك فأنا عايز أقول له أنت لو مرحقتش الفجر هيتخصملك من نعيم الآخرة بل وجايز بهذه الكبيرة لو أصريت عليها واستمرت عليها تضيع منك الجنة والعياذ بالله اوعى ما فيش مسلم ما بيصليش وما فيش مسلم المفروض يضيع صلاة الفجر بعد ما استفدنا ده من قصة ضياع صلاة الفجر على النبي صلى الله عليه وسلم يجينا السؤال قبل ما أقول لكم على الست حاجات اللي اتقابلوه بما ضيعوش الفجر تاني دول ازاي النبي عليه الصلاة والسلام ضع منه الفجر هو مش النبي معصوم برضو مش النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه أقول لك هنا ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالىistle بيا starter عشان حضرتك يا فد بنوا كنت ضيعتي الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضيعه أبدا كان يعير المسلم اللي ضيع الفجر غصبا عنه بنوم مثلا زي ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي نفس الوقت كنا هنتعلم مين إيه اللي يحصل لو إحنا فتنا الفجر بسبب النوم فربنا رحمة بينا يعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخد بلك من الأولانية النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان يبقى الشيطان هو اللي ضيع علينا الصلاة الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيتكلم عن اللي بيفوت صلاة الفجر أصل ينام قبل الفجر ويصحى بعد الفجر وهو يعلم أنه يفعل ذلك قال عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث ذاك رجل بال الشيطان في أذنين أعزكم الله أنتم فهمين يعني إيه بال بال جاية من التبول هنا كناية عن الشيطان عمل ايه فيه من وسويس له طول النهار وسويس له ففعل وسويس له ففعل وسويس له ففعل نيمه عن الفجر ففعل وكأنه الشيطان استهزئ به وبال في اذن يبقى برضو الشيطان طب خد التالتة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد الشيطان بيربط على رأس كل واحد لما يجي نام ثلاث عقد يبقى يقول له كده عليك ليل طويل فارقد ما تصحاش للفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن استيقظ فذكر الله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي احياني بعدما أمتنيه عليه النشور قال صلى الله عليه وسلم انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة كده اتنين فضيل التالتة فإن صلى انحلت عقدة كده التالتة راحوا شوف بقى الهدية فأصبح نشيطا طيب النفس طب لو سمع كلام الشيطان وإلا أصبح قبيث النفس كاسلام تعلمنا في التالتة أحاديث دول إنه الشيطان يدور كبير جدا في ضياع صلاة الفجر على المسلمين ولهذا أيها المسلم محتاج أنت تعمل الست حاجات الجايين دول عشان تغلب الشيطان وتقوم تصلي الفجر كل يوم زي الحلاوة كده إن شاء الله رقم واحد لا تدعي الشيطان يقول في أذنك لمغزة في الكلمة أنت مش مبولة كلما قاومت وساوس الشيطان طول اليوم وكلما وقعت قمت واستغفرت فأنت بذلك قاومت الشيطان طول اليوم بإذن الله لا يضرك كيده في آخر اليوم لما يبقى عايز يضيع عليك الفجر فخلاص أنت راجل فلة قاومت باول الشيطان طول اليوم وقبل النوم ما عرفش يضحك عليك وقال لك نام عن الفجر وقررت أن أنت تصلي الفجر نيجي لحاجة تانية وهي الأخذ بالأسباب والذي أنصحك به دعاء كتير نوم على قد ما أنت عارف أنك بتحتاج تنام بتحتاج تنام ثلاث ساعات قبل الفجر يبقى تنام قبل الفجر ثلاث ساعات أربع ساعات ساعتين زي ما أنت عارف عن نفسك تضبق منبهات غلثة جدا أنت صحيح المنبهات بقى اللي بتقوم تحل مش عارف عملية حسابية ولا مش عارف لازم تعمل بركود معين عشان يسكت يعني آه نزل حاجة غلثة كده أو أنت استعين بمعين حد من أهلك أو من أصدقائك ويا ريت بقى دلوقتي تمنشن بعض تحت صحبي صديقي وحبيبي أو أنت صحبتك وصديقتك وحبيبتك يلا نصلي الفجر ونعين بعض عليه فنتصل ببعض صلاة الفجر صحي بعض نيجي بقى لثالث حاجة وهي أنك تنام على وتر النبي صلى الله عليه وسلم كان أوصى أبو هريرة إنه لا ينام إلا لو صلى الوتر والوتر هي ركعة واحدة وتعتبر من قيام الليل يعني لو حد صلى الركعة دي بس يبقى صلى قيام الليل تتصلى إزاي يا أمير؟ ركعة واحدة الله أكبر نقرأ الفاتحة شيء من القرآن الله أكبر ركعنا سمع الله لمن حمدة قمنا نزلنا الله أكبر سبحانه ربي الأعلى قمنا ربي غفر لي ربي غفر لي نزلنا سبحانه ربي الأعلى أعدنا وقلنا أن تشاهد وسلمنا ركعة واحدة فقط الوتر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر لما تنام على حاجة ربنا بيحبها بإذن الله تسحى للفجر قب بالنا كما تابة دي رقم 3 رقم 4 تنام متوضي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن اللي بينام طهر بات في شعاره ملك بشعاره يعني ما بين جلده وهدومه كده فيجي الشيطان يعقد الحاجات بتاعته دي يطرده الملك على طول ان شاء الله ان كنت واحد مش بيعمل الحاجات دي بيجرب ويشوفه تلاتة واحد عندك يقيم بالله وبوعد النبي صلى الله عليه وسلم يبا تحفظ من الشيطان بهذا الملك يبا رقم اربعة نام على وضوء رقم خمسة هنام على الشق الايمن نقول اذكار النوم لو انت بقى حافظها مش حافظها هاتها وقولها واللي من اهمها ايات الكرسي وقاية الكرسي اللي يقرأها قبل النوم لا يقربه الشيطان فبالتالي برضو مش هيعرف يعقد على قافية رأسك فباذن الله تصحى تمام وتصلي الفجر طيب رقم ستة الايتين من اخر سورة البقرة اللي هم امن الرسول بما انزل اليه من ربيه والمؤمنون الى الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من قرأ بهما في ليلة كفتا كفتا يعني تكفي كل شر ومن الشر الشيطان وبكده نبقى ست حاجات عملناهم عند النوم ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا كيد الشيطان فنقوم للصلاة ونصلي الفجر وربنا اجعلنا من اهلها مدومين عليه وخد الهدية دي صلاة الفجر تخليك تشوف ربنا سبحانه وتعالى يوم الايام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماشي مع الصحابة نظر للقمر وهو بدر كده يا رب نرى وجهك يا رب فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته طب ازاي يا رسول الله قال لك لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وقبل شروقها مين دول العصر والإيه والفجر صلى الفجر تشوف ربنا في ايه في الدنيا في الدنيا نوم ولا صهر على حاجة يخليك تنام عن صلاة الفجر قاصد فقد تحرم بسببها من رؤية وجه الله احكي لي وقل لي ايه والله اقنعني مفيش صح يبقى مش هتصيب صلاة الفجر تاني منش بقى كل صحابك وحبابك وقريبك والانت بتحبهم انه يلا نساعب بعض ونعيم بعض على صلاة الفجر ويله هنا ينتهى الفيديو بتاعنا النهاردة قبل ما تمشوه تنسوه تعملوا لايك الفيديو لو كنت صحيح في فيسبوك سابسكراب على اليوتيوب فلوح والانستجرام شير في الخير والدلع خارج فاعله وكل واحد هصلي الفجر بسبب الفيديو ده انت هتاخد معي اجر فيه في الله بينا اما لو حابب تدعم فتقدر تدعمنا على بيتريون لو انت من جوى مصر وليك في شغل الفي بي انا ومن برا مصر طرق اخرى للدعم تقدر تعملنا زوين للقناة على اليوتيوب او تسيب لنا سوبر ثانكس على اليوتيوب انا بحبكم في الله تابعوا اشتاج اثنين وخميس هتلاقي فيديو جديد كل يوم اثنين وكل يوم خميس ساعة سبعة من الليل جزاكم الله خيرا وكان معكم امير منير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته